يقولون احنا شغلنا الشاغل وواضح ان شغلهم الشاغل هو اخراج القوات الامريكية من العراق هذا بالنسبة لهم التغييرات اللي صارت الاخيرة والانسحابات من القواعد اللي شفناها هي غير كافية بالنسبة لهم ياريت يكون شغلهم الشاغل هو خبز الشارع العراقي خبزة الشعب العراقي وما يعانيه العراقيون من شضف العيش وما يعانيه من اوضاع اقتصادية سيئة كانوا هم اول اسبابها ياريت يكون شغلهم الشاغل هو تحسين وضع العراق المضي به الى الامام الخروج به من دائرة المناكفات الاقليمية بين هذا الطرف وذاك الطرف انا اعتقد انه هي كلمة حق يراد بها باطل الموضوع واضح جدا القوات الامريكية هي قوات بناء على دعوة من الحكومة العراقية في الفين واربع عشر لم يثر هذا الموضوع الا بعد ان بدأت المشاكل ما بين ايران وبين الولايات المتحدة الامريكية وبالتالي اريد استخدام هذه الورقة اريد استخدامها او استثمارها كورقة سياسية بالمناسبة ايران هي بنفسها اعتقد ستكبح من جماع هذه الفصائل ستحاول ان تمارس لغوط لان ايضا ايران ليس في صالحها التصعيد في هذه المرحلة طيب وبخاصة قبل مرحلة الانتخابات او قبل الانتخابات الامريكية لذلك لا اعتقد ان هذه الفصائل اذا حاولت ان تناكف السيد الكاظمي بهذا الموضوع موضوع القوات الامريكية والانسحاب والى اخره لا اعتقد انها ستجد اذنا صاغية لان حليفها الاقليمي اللي هو ايران ليست لديه شهية كبيرة تجاه هذا الموضوع